السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الحلقة الثلاثة والثلاثين حلقة عباسية جدا جدا ورائعة خلونا نبدأ بدأت الحلقة بأستا قاعد يتقاتل مع هذا الوحش الطيني والأطفال كلهم مرتعبين والعجوز السستر العجوز باتشان قاعد تقول شا سوي شا سوي كيف انقذهم وثنينهم حاقدين على قوتش سمباي انه هرب وخلاهم أستا ما ما حاول يقتل في عملاق الطين هذا ما منه فايدهم قادر يهزمه يرجع يتشكل من جديد العجوز قررت ان الخيار وعيد قدامي ان ينقذهم وان يطلعهم دفعة دفعة سوت النمر الناري تقنية جدا جدا مجنونة صراحتا وقالت اركب علي اربعة خمسة كل واحد منكم في دفعة وينطلق وقامت تحسب لك ذات منحتاج على لقاء العشرين دقيقة على ما يقدر نطلع كل الأطفال من الكهف وهذا دائما المشكلة التي تواجه الأبطال الهيروز الفرسان المدافعين ايا كان انك انت موت قاتل بس قدام عدوك وبس تقاتل عشان تحميل أبرياء هذا الشيء موجود في بوكونا هيرو اكاديمي وموجود حاليا برضو في بلاك لافر شيء جدا جميل وممتع بالنسبة لي ان البطل دائما يقاتل ويعاني انه يهزم العدو وفي نفس الوقت لازم يحمي الأبرياء اللي جنبه هذه البنت الملحوسة هذه اللي رأي الاختبارات مجنونة بكل متى عن الكلمة قاعدة تشترع على الأسطى تقول انا خلاص طلعت السحر الاسود دارك ماتر اللي داخله فخلاص ما ما قطعته ما ما سويته ما رح تلغيه بيرجع يتشكل من جديد انت تقطع وتلغي السحر اللي موجود بس ما تلغي كل شيء اللي هو دارك ماتر نفس السحر اللي عندك تقريبا هو قاعد يستخدم السحر أسود حاليا أسطى إذا ما أنا غلطان أحد أهم الأحداث في هذه الحلقة تاريخه ماضي قوش سينباي قوش وهو طالع قاعد ينقذ ماري ماري قاعد تقول له ارجع انقذ رفاقي ارجع انت أخوي البطل لازم تكون بطل لازم تنقذ رفاقي أبي اتفخر فيك أبي كذا لك كذا البوكس الأسطوري وهو كان قاعد يتذكر الماضي حقهم ويعجبني الكاذب اللي ما يظهر لي ماضي حزين لشخص يخليني أتعاطف معه أنا كنت كارا قوش سينباي بشكل مطبيعي يوم عرفت الماضي حقه بديت أتعاطف معه بشكل بسيط كانوا أبناء أسرة نبيلة وغنية جدا بس كانوا كارهين الطفل نفس قوش سينباي وحبين اختبس برضو كارهين الأم والأبو أكثر شيء فالمحيطين بهم ما أدري هم خدم حقينهم أقرباءهم أصدقائهم ما أدري قربوا عليهم وقتلوا أمه وأبوه وقالوا أنهم قتلوا في جريمة سارقة بينما هم اللي متقتلينه وقالوا الوصية حق تزور الوصية أن كل الحلال يصير لنا احنا وطردوه وياخته في الشارع فاضطر أنه يسرق ويبوق ويقاتل باستخدام السحر حقه حساس أنه يجيب فلوس يعيش أخته ويعكل أخته ويحمي أخته الصغيرة اللي ما جاءوا في رسال السحر واعتقلوا ورموا في السجن وهين أخته فعلا أنا كنت أقول هذا الكلام قبل ثلاثة أربع حلقات وين أمه وأبوه ليش يختف ميتم بعدما اعتقلوا ورميه في السجن أخته على طول راحت إلى الكنيسة في الميتم هذا تربية الأيتام واعتنت فيهم الباتشان هذه العجوز أكلهم تشربهم نفس اللي صاير مع أستا ويونوا من بداية القصة كانوا موجودين في ميتم بس في قرية أخرى قرية هاجي ذا من الغلطان كاجية أو هاجي كذا اسمها فحاليا ماري أخته كانت موجودة في الميتم ومسجون تم في السجن يدور من نفسه يدرب نفسه لما زاد القوة وبعدها قدر يهرب من السجن طبعا المهمة اللي جاء عساس أنه يوقفه من الهروب كان يامي دانشو قادر ثلال السود وفقع وجهه بكل ما دعني الكلمة وبعدها يمجف قوة اعترف بقوة فقال ليش ما تنضم معي في فرقتي أي قاد فرقة سحر ثاني مستحر بيضم هارب من السجن بس يامي دانشو مجنون ضم أستا ضم هذا قوة كانت يجمع اللي يسمونهم المسفت يعني الناس اللي وضعهم وزري في الحياة ما حد ما تقبل فيه في المجتمع يضمهم لفرقتها لأنه عندهم قوة ولهذا السبب ما حد يبغى ينضم لفرقته من النبلاء إلا أيضا المسفت حق النبلاء اللي هو نويل ما حد ما تقبلها من النبلاء أخوانا ما تبرين منها فراحة تضمت مع الثران السوت هذ الفرقة كذلك تجمع الناس المنبوذين فكان يقول لها يامي انضم معي وإن شاء الله بتلقى لك أحد يتعاون معك يعني أنت متى بتساعد الناس قوة قاعد يقول لها شون أنضم فرقة السحر وساعد الناس أنا ما بيساعد الأختي ماري قال أوكي ساعد الناس وبساعدتك لهم بتساعد ماري بتجيك فلوس بيزر عندك ما نصف منك فار السحر وما إلى ذلك وفعلا صار عنده زيارات يقدر يزور أخته يوم في الشهر يا خذوية صار عنده فلوس يقدر يدل أخته ويساعده وكذا وأخته برضو عايشة في الميتم بسعادة فحين بدأنا نفهم ليش أخته في الميتم وليش هو في فرقة الثران السوت توضحت القصة بالكامل أول ما طلع قوتش من الكهف شاف ماركو أخه ريبيكا الصغير اللي أريدي أستلبسه الجاكيت فشاف عليه الجاكيت الثران السوت قالاش جاب الجاكيت الثران قال أستعطاني إياه وقال لنا يحميني يدفيني لما يجي أهو قالوا أريدي بعض الأطفال أطلعوا وطلعهم النمر ماري كانت تقول لأنت لازم تنقذ رفاقي أنا ذا الرفاقي يسعدوني أبحك إياهم أسترس إياهم لازم تروح تنقذهم عشان أتفخر إياهم وأول ما زالت قالت لهم لا تخافون فأخوي رح ينقذ كوم ينقذ الباقب ينقذ أستب ينقذ باجا أخوي قوي فارس سحر زي قوة أستا فهنا قوتش استجمع أخيرا شجاعته وقويته وقال رح أنقذهم بس أنت يا ماركو لو ما حميت أختيه ويلك للمحاولة مجنونة المختبر هذه والأبحاث أنها تهزم أستا أو تعتقله تدخلت العجوز وأنقذ ذاته في آخر لحظة قامت تحتقر تقول لأ أنت عجوز مرض لش بخلصه بخلص السحر حقش قدت أوكي أنا صج عجوز وسحري المانع حقي كلما كبرت وعجز كلما قل ولكن أنا عوض عن ذلك بمهارة وتقنيات أني أجمع المانع وفعلا بدأت تجمع المانع تسوي زي الحركة أنه تجمع المانع الطيور السحر اللي جنبه أو أطياف السحر أو المانع اللي متراقصة فلو تجمعها وتتطلع سحر من جديد في اللحظة هذه وصل قوتش وفزع وقال خلاص خلوا الموضع عليه أنا بهزمهم الحالي وقدم يسوي ريول دبل وحاول يهزمهم ما في فايدة النطوشة الوحش حق الطين هذا وطيره وكان أساساً وحش الطين بيقتل أخوه الصغير اللي يستخدم قطة الثلج ولكن أستا برضه في زعلة وقالنا لازم تكفل عن خطاياك لازم تدفع ثمن اللي نسويته ما بيك تموت إلا لما تعاقب قوتش كان عندها تقنية خاصة سحرية سرية عند عينها قد دائما يجيب يده عند عينها نتشعر بيفكه بعد يقول لا مو في هذا وقتها في اللحظة اللي كان بيموت فيها تدخل أستا في زعلة وصارح عليه قال للمورض أننا نساعد بعض ومرض أننا ندعم بعض هنا في اللحظة هذه قوتش تذكر كلام يامي دانتشو القاد يامي إنه تلقى أحد يساعدك وتلقى رفاق يدعمونك فقال هل كنت تعرف هذا الشيء؟ هنا في اللحظة اللي قوتش صدق فيها في أستا واعترف فيك صديق على طول كتاب حق أستا اشتغل وطلع منها السيف والستيف كان فيه أريدي سحر المرأة اللي قاعد يستخدمها قوتش سيمباي فحين توقعنا بدت تتوضح شين قدرة أستا في السيف هذا فإنه لما يكون صديقي يثق فيه إلى درجة أنه مستاد يعطيه روح أو يضحي ما روح عشي سيحميه منذ المصار مع نويل في الكهف الدنجن اللي كانوا فيها بدخل الدنجن فقدر يستخدم السحر الماء حق نويل لأن نويل في ذلك الوقت كانت تقول لأستا قنبت يعني يبدل جهدك لا تموت وزي كده تولع السحر عنده والسيف حقه استخدم سحر الماء يعني لما شريكك يسمح لك أنك تستخدم سحرة تقدر أنت تسوي باروة تستعير السحر حقه في السيف حقك وتبدأ تقاتل بالسحر حقه ومطلق أستا سحر المرآة حق جوج سينباي على وحش الطين ضربه ضربه مؤثرة جدا جدا رجعت تشكل من جديد بس أثرت فيه قصته وخلت تطول على ما ترجع تكوه من جديد وجوج حلل الموقف كان يقول لابد نوجه لهم ضربه تمحي بالكامل ما تخليه لأثر فهنا خلاص اقتنعنا أستا هو الصديق الوحيد اللي يقدر في زعله قال لأستا طالع فيني وفتح عينه طلعت عينه مرآة كريستالية عينه مركب داخل عين عينه مش وجود نركب داخل عينه مرآة ممكن أنه عشان يزيد من قوة سحرة زرع مرآة داخل عينه شون جات العين المرآة هذه في وسط عينه ما أدري صراحة لحظة اللي طالع فيها أستا داخل عين قوة سينباي طلعت عند قوة سينباي برضو التقنية جديدة تعويذة جديدة في السحر وقدر يسوي نسخ كثيرة جدا من أستا 28 نسخة وكلهم عندهم نفس الضربة حقة المرآة سحر المرآة فهاجم أستا كأنه يسوي الرفرين حقة قوة بس بسيفة أهو بوف 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 قطع الوحش الطيني ذب الكامل وقدر حتى يقطع لنلاحظ سحرة حقة يلغي السلمندر حق المجونة هذه سحر المجونة حقة الأبحاث اللي ما أذكر كلا أسمه ولا لا وسحر المرآة يضربها من قبل سحر المرآة الحالة يصطدم ويرجع والسحر حق أستا اللي يلغي كانت تتفدى هالمرة ما قدرت تتفدى من كثرهم وغير طلقات السحر ذا ومع اللغاء صار دمج يعني دمج بين نيكاتف ماجيك اللغاء للماجيك وسحر المرآة بربا مزدبجة مدموجة فقدر ينتف وحش الطين بالكامل ويهزم دي مواش السلمندر حقه ويزدحف الأرض وخلاص مفروض انه منتصرب أخيرا انتصرب والعجوز الريدي طلع تقريبا كل الأطفال برا جاء المسكين للأخ الصغير هذا اللي يستخدم الثلج عند أخوه الطيني ما لقى ماما قاملنا لجيكيت وقال يسأي عليه أخوي أخوي وقال انا وارتمت على أستا وقال انا خلاص تربت انا بكفر على الخطايا حقتي زي ما قلت وقال أستا ممكن بعد ما تكفر يعني تسجن وتعيش العقوبة تاخذ العقوبة المناسبة ترجع وتصير صديق لنا شو إلا بوم طلقت سيف ضوئي تذكروا سيف كيزارو في وان بيس هذا قائد فرقة عين الشمس أو الظل الشمس أو ما كان يسمهم ذيلي صراحة مجنون قدرته مثل كيزارو يطلق الضوء كسيف فأستا كان مصطدم جوج حاول يتحرك وينقذ بوم بوم طلقتين واحدة في رجلة واحدة في كتفة ما أصبت في مقتل بس أسقطت أرضا وجوع على طول أخذ البنت خويتهم اللي مرضن حقت الأبحاث والسحر حقتهم مهمة بالنسبة لهم وقاعد يستخدمون السحر للانتقال الآن يحقهم هذا والتفت على أستا وكان زي ما تقول حاقد على أستا بالداء يغضب عليه وطلق عليه ولا أكثر من خمس عشر سيوف ضوئية في اللحظة هذه قفزت العجوز أستا وحمته وتلقت في ظهرة ولا أكثر من خمس طلقات وخمس سيوف ضوئية يعني على الأغلب ماتت إذا ما جاء أحد أنقذها تدخل أحد ينقذها الحين الحين نقدر نقول أن العجوز هذه مات فأستا على طول عرف الضوء عرف القدرة الذي قال هذا هذا اللي قاتل ملك السحر تقاتل مع ملك السحر وبالكاد ملك السحر أصاب يده قدر ينقذ كل أخوية معده واحد وبالكاد ملك السحر قدر يصيب يده مع أن ملك السحر يستخدم سحر السرعة انطلاق صاروخية عرف بنفسه قال أنا فلان قائد فرقة فدري إيش كذا وأستا قال يطالع فيه بنظرة جدا مهولة أنا في الحلقة على كذا يعني كان المهم جدا في الحلقة ماضي قوتش تعاون قوتش مع أستا ودخول هذا الشخص المجنون لو ما يتدخل يامي دانشو فرقة يامي لأنهم جاهم تقرير أن ربعنا من تكبير ونحتاجون فزعة ونويل مبروضنا موجودة في القرية لو ما جاءوا حين وفزعوا أو ينسحب هذا حين بدون يهاجم الوضع مزري جدا 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 من أسبال أستا وذا ما بكفوا ما بقد أنه ما جاءون قائد هذا الفرقة اللي بالكاد قدر يهزمه ملك السحر فصراحة النهاية تعليقية وحماسية جدا ولو تدخل أحد هل بيستمر القتال ولا بس بيتدخل تصدى لهم ويفزعون ينقذون العجوز فقط لغير ما أدري صراحة الشيء اللي بيصير ولكن حدث جدا 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 جميل وحماسي وكالعاد الكاتب يستعرض قوت أستا مع واحد من الفرقة من قبل كان لك وقبلها كان ماغنام وحاليا دوج سنباي وجاءت فترة دي أم الخروف نسيت اسمها اللي تحب الأكل أتوقع الحلقة يعني الحدث الجاه والأرك اللي بعدها بيكون استعراض الشخصية ثانية يا أما ذا العملاق يا أما ذا اللي تمتم مع نفسه ما لوحظ أصمهم كذا بيستعرض لنا ماضي كل واحد منهم وقصته لما نعرف فرقة الثيران السودة اللي كلهم ويعرفهم لنا كلهم هذي يسمون الفترة التعريفية بعدها نبدأ ندخل في الأحداث اللي عليها الكلام يعني هذا اللي المفروض يصير يعني كذا سنوصلنا نهاية انطباعنا للحلقة الثلاثة ثلاثة ثلاثين من انيمي بلاك كلوفور اللي مزعلني فعلنا ما بقى لها 17 حلقة وينتيه الانيمي لأن الانيمي قالوا انها 50 حلقة هل بيكملون بعدها أم بيوقفون فترة وبيرجعون بموسم ثاني 14 حلقة ما أدري أنا عن نفسي بادخل المنقا بعد ما ينتهي الانيمي على طول متحمس جدا أقرى المنقا في الختام قولوا معي سبحانك الله ومحمدك أشهد الله إلا أنت استغفر كوتوب إليك لا تسؤل الاشتراك بالقناة بالتعليق الزرينة والضغط على زر العجاب والشير وشوفكم على خير اشتركوا في القناة